أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن استنى بسنته واهتدى بهداه وتكمل لما كنا قد تحدثنا عنه من أخطاء المصلين لبعض الهيئات المكروهة في اللباس أثناء الصلاة منها الصلاة في الثوب الذي عليه صورة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وتكره الصلاة إليه ومنه الحديث النبوي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عني أي هذا الرداء فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وتتميما للفائدة فإن التماثيل أو الصور حتى لو كانت في خاتم أو ساعة فأيضا هي مكروهة حيث سئل الإمام مالك رحمه الله عن الخاتم يكون فيه التماثيل فهل يلبس ويصلى به؟ فقال الإمام مالك لا يلبس ولا يصلى به وسئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن الصلاة في الساعة التي فيها صليب أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات فهل تجوز؟ فقال رحمه الله إذا كانت الصور في الساعة مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجوز ذلك لحديث عليا رضي الله عنه ولا تدع صورة إلا طمستها ومن المسائل المهمة حكم الصلاة بالنعالي حيث يعتقد كثير من الناس أن الصلاة بالنعالي غير مشروعة ويستهجن أكثر الناس إذا رأوا شخصا يصلي بالنعال ولا يعلم هؤلاء أن من السنن المهجورة صلاة الرجل بالنعالي وأنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنعالي وهناك أحاديث كثيرة توضح ذلك منها الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه مرة فخلعن عليه أثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلعن عليه للأذى كان فين عليه ولم يكن يدري ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم والمقصود من هذا مشروعية مخالفة أهل الكتاب أحيانا حتى يتميز المسلم من غير المسلم ومنها أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها والمقصود أنه ينبغي على المسلم أن يعرف أهم الأحكام الشرعية والسنن النبوية المتعلقة بأساسيات حياة المسلم ومن أعظمها هذه الصلاة التي هي حياة القلوب والصلة بين العبد وبين ربه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم so هل نكتم لذين أق Ruth تعالى إjän��� هل نكتب كل brutally هل نكتب هل نكتب شكرا